منتدى الأواصر للتحاور بالتعاون مع جية تينواكشور ينظم ندوة فكرية حول مظاهر ومعالات الجريمة في موريتانيا ومحيطها الجغرافي بمشاركة أعضاء من إدارة الأمن الموريتاني وباحثين اجتماعيين وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني وخبراء في مجال الأمن فيما يخص الأسباب هي كثيرة طبعاً كما تعلمون بأن الجريمة بشكل عام تتدخل فيها الكثير من العوامل العوامل الاجتماعية والنفسية والثقافية والاقتصادية تتدخل هذه الظاهرة فتدفع عمراً من الناس إلى ارتكاب جريمة ما وخاصة في الفئة التي نحن نستهدفها والتي باط على الأقل أثارت الموضوع وهي الفئة العمورية الصغيرة الأغلب العام للفئة التي قامت ببعض الجرائم أو اتهمت بها أو اشتهبت بها هي ما دون 20 سنة في الأشهر الماضية طبعاً تعددت المواضيع التي ناقشتها المحاضرات التي قدمت خلال الندوة بتعدد وتطور الجريمة على مدى العقود الأخيرة فعلى مستوى جرائم الاغتصاب والقتل في صفوف النساء والفتيات اعتبرت المنظمات المعنية أن العقلية الاجتماعية في طرح هذه الظاهرة وعلاجها يشكل خللاً وخطراً يهدد وحدة المجتمع الغريب عندي عن جريمة الاقتصاب تعاطي المجتمع معاها يختلف من مكون إلى مكون آخر لأن منين يقولوا جريمة الاقتصاب منين تعود من محيط متنفذ أصحاب سلطة عندها زخم إعلامي وعندها زخم اجتماعي بعيد كل البعد عن جريمة الاقتصاب في محيط من الفئات الأخرى إما محيط الإحراطين إما الكور إما يفلى والجريمة تبغى جريمة ويجب أن نبتعد عن هذا التعاطي لأننا نحن مجتمع متماسك رغم عن أنهكتنا السياسات والحركات والأفكار ذا اللي باقي منين تعود الجريمة فيه ما تعالش كجريمة مهما كانت هذه المشكلة وهذا خلل وهذا خطر يحتق بنا رئيس المنتدى قال إن الندوة ستكون بداية لحوارات تضم الأجهزة الأمنية وهيئات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين وذلك بهدف تعميق النقاش حول الموضوع من أجل عرض مختلف وجهات النظر والوصول إلى مقترحات عملية توافقية للقضاء على الجريمة في البلاد